قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريتم من الجرينات كبي قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال ذكروا لن عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال ذكروا لن عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشها قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لا دخل الصرح فلما رأته حسبته لجته وكشفت عن ساقينا قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن أعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعزنون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تصراط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسم بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولين ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكره أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم قاوية بما ظلموه إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتحون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنكم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاء الله خير لما يشركون